بتعليق على الموضوع ينضم ولينا عبر الهاتف الريف حلبة الشمالية ناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للتورة السورية الأستاذ صالح فاضل ألم بكم أستاذ صالح إلى هذه الجولة الإخبارية قناة CNN تقول بأن واشنطن بدأت عمليا بسحب معداتها العسكرية من الأراضي السورية كيف ترى هذه الخطوة والتطورات في موضوع الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية؟ حقيقة الأمر أن قرار ترامب المفاجئ بالانسحاب الأمريكي هو قرار مضطرب بدليل أن جون بولتن وغيره يحاولون إعادة صياغة القرار الذي اتخذه ترامب فمرة يقولون أن الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر ومرة أنه مرتبط بمزيد من الاستقرار في المنطقة الشرقية من سوريا ومرة أخرى مشروطا وخاصة بعد تصريحات بولتن الأخيرة مشروطا بتعهدات وضمنات تركيا بعدم حربها مع الكرد بتعبير آخر أن هذه الصياغات تدل على تراجع أمريكي عن هذا القرار أو مطمطة تنفيذ هذا القرار قدر الإمكان هذا ما أراه في الانسحاب الأمريكي إلى الآن هو من زيارة بولتن إلى المنطقة وتركيا كيف أثرت برأيك بهذا القرار؟ الواضح أن الحقيقة أن هناك سيناريو جديد في المنطقة أمريكا إن كانت جادة في الانسحاب فأرى وكأنها تسحب الشرقية أو تضعف شرقية التواجد الروسي والميليشيات الإيرانية في المنطقة يعني أمريكا عندما تنسحب ستقرر أنها انتهت من عملية القضاء على الإرهاب في سوريا وبالتالي لا شرعية للوجود الروسي وحزب الله الذين جاءوا إلى سوريا بحجة وجود الإرهاب لا شرعية ولكن هم موجودون على الأرض يعني إن كان الانسحاب الأمريكي جادة من المنطقة يعني كيف برأيك ترى تدعيات القرار على المشهد السوري في الأيام المقبلة أنت قلت بأنه لا شرعية للوجود الروسي ولا قوات ميليشيات حزب الله على الأرض السورية ولكن هم موجودون فعلا على الأرض السورية نعم هم موجودون أنا قلت أن الانسحاب الأمريكي الآن الأمريكان سيقررون أمام الكونغرس وأمام مجلس الشيوف وأمام الإعلام العالمي والدولي أن الإرهابيين في سوريا أي تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى وبالتالي لا مبرر لوجود الروس والإيرانيين كما لا مبرر لوجود الأمريكان من هذا المنطلق سيكون إضعاف لشرعية الروس وحزب الله والميليشيات الإيرانية في سوريا من هذا المنطلق بطريقة غير مباشرة نعم وزير خارجية الفرنسيجان إيف لو دريان قال بأن فرنسا لن تنسحب من سوريا إلى بعض التوصل إلى حل سياسي هل انسحاب القوات الأمريكية من الممكن أن يرى في الأفق حل سياسي في سوريا أم أن فرنسا ستملأ الفراغ الذي سيحدثه على انسحاب الأمريكي من الأرض السورية هو الحل القضية السورية بدأت معالمه تتضح اليوم بتعرف بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الجزء الأغلب من ريف إدلب وتبقى على قضية أخرى وهي قضية شرق الفراغ عندما تحل هاتين القضيتين سيكون ملامح الحل السوري قد بدأت تماما أما الفرنسيين فالحقيقة لا أهمية لوجودهم في المنطقة وإنما يريدون أن يفتشوا عن بعض المكاسب البسيطة وربما المحافظة على بعض المكاسب القديمة لأن الفرنسيين لا قيمة لهم على الصعيد أستاذ صالح فاضل الناطق الرسمي بسم المؤتمر الوطني ثورة سوريا كنتم عبر الهاتف شكرا جزيلا لك